طيب تعليقا على ما اثير حول مصطلح الازمة انا ليه تحفظ شوية على قصة الازمة دي لسه بدل اوعى الازمات دي احنا لسه بنقول بس يا هادي يعني لسه كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيبتدوا يخططوا او يحضروا لمعسكر المنتخب اللي يبدأ يوم 12 او 13 مارس تقريبا وبعد كده الدورة الودية اللي هتصدفها الامارات الشقيقة وابتدى الكلام على ازمة انا طبعا انا تصوري وانا يمكن عندي بعض المعلومات الموثوك من مصادرها اللي بتقول لا فيش مشكلة بين صلاح وبين حسام حسن يعني كل الكلام اللي تقال في محاولة لتصدير صورة انه في حالة تولي حسام حسن وابراهيم حسن مسؤولية المنتخب الوطني ان ده ممكن يكون سبب في مشكلة مع تحديدا محمد صلاح لا اساس له من الصح ده على حد معلوماتي انا الشخصية وانه صلاح اكد في اكتر من مرة انه انتماء المنتخب مصر هو لعب زي اي لعب تاني يمكن يكون قائد المنتخب يمكن يكون ليه دور مؤثر اه اكيد طبعا يمكن يكون ليه مش هقول تدخلات خلينا اقول بعض الاراء بحكم ثقة بعض الاجهزة الفنية اللي توليت المسؤولية سابقا فيه سأكد بتكلم عن كارلوس كيروش او بتكلم حتى على روي فيتوريا اخر مدير فن من المنتخب مصر ممكن ده يكون حاصل يعني ممكن وارد جدا ففكرة انه حسام يبقى موجود في الموقع المسؤولية هل كان ده يستدعم وفقة محمد صلاح اعتقد انه لا اعتقد انه قولا وحلا لا ففيه ناس حاولت تنسج من القصة دي تصدر ازمة للجهاز الفني تحديدا للمنتخب في بداية المشوار وده اللي اكد عليه كابتن حسام فاكتر من مرة وقصة انه كابتن حسام اعلن قائمة المحترفين المطلوبين اللي انضمام للمنتخب في في جهر مارس ليفر بول بعت طلب انه يتم استثناء محمد صلاح لانه مصاب كابتن حسام من حيث المبدأ قالك طب احنا معندلاش مشكلة بس بشرط انه مايلعبش مبرأه ده طبيعي جدا بما انه مصابي بأكيد مش هلعب مع ليفر بول لكن لو لعب هنضم اتحاد الكرة اصدر بيان برح اتمسك فيه بجميع اللعبين المحترفين واعلن بالفعل عن قائمة المحترفين اللي هيتم ضمها للمنتخب محمد صلاح احمد حجازي عمر مرموش تريزي جي محمد شريف حمدي فتحي مصطفى محمد دول اللعب وحسام حسن من ناحيته بيدرس انه يوافق على فكرة انه صلاح يستمر في برنامجه وعادة تأهيله في ليفر بول بشرط وحيد شرط طبيعي جدا ومنطقي جدا هو عدم مشاركة في اي مباراة حتى نهاية فترة التوقف الدولي اللي تنتهي يوم كام يوم 18 اتحاد الكرة من ناحية تانية اصدر بيان بيأكد او في نفس البيان اصدر نقطة تانية بيتكلم فيها بيقول انه احنا تلقينا بالفعل خطاب من نادي ليفر بول عشان يتم عفاء محمد صلاح من المعسكر القادم من ضمن طبعا اللاعبين المحترفين اللي هيطلب او اللي طلب بالفعل الجهاز الفني للمنتخب ضمهم منذ ايام والبيان كمان اتكلم على انه ضم اي لعب محترف من حق الاتحاد او من حق اتحاد المصري من حق الجهاز الفني للمنتخب المصري ومسألة ضم ومن عدمها هي مسئولية الجهاز الفني اولا واخيرا بقيادة كابتن حسام حاسم وقال انه لسه الوقت مبكر جدا لسه في عندنا مساحة من الوقت نشوف من خلالها نتكلم من عرضه احنا في اول شهر مارس اسا قدامك تقريبا عشر ايام لغاية لما ينطلق المعسكر فبالتالي اتحاد قالك ندي لنفسنا وقت وندي ليفر بول وقت محدش عارف اللي ممكن يتغير في التوقيت ده لكن في نهاية الامور من حق الجهاز الفني ان يضم اي لعب ومن حق انه يخضع للجهاز للكشف من قبل الجهاز الطبي التابع للمنتخب وهو يقرر اذا كان فيه اصابة تستدعي انه يرجع النادي بتاعه ولا حالته الصحية او البدنية سليمة تسمح ليه بالمشاركة ما اعتقدش انها ازمة يعني كل سواء حتى من قبل يهمني كمان يعني بيان الاتحاد كان فيه حرص شديد او واضح من خلاله انه احنا بنأكد على موقفنا في مسندة الجهاز الفني احنا في ظهر الجهاز الفني لشان المحدش يحاول انه هو يقول لك حسن حسن كان ليه طلبات الاتحاد موقفش معاه ووي الاخر فواضح جدا انه هو مش بيخلي مسئوليته لكن بيأكد على انه اللي هيقوله او اللي هتلبه جهاز الفني الاتحاد هيتمسك به ناحية تانية وجهة نظر ليفر بول طبيعية جدا يعني اذا كان محمد صلاح فعلا مصاب يبقى طبيعي جدا زي ما كان مصاب ده انت كان محمد صلاح مصاب وانت بتلعب بطولة قومة افريقيا فبعدته ليفر بول يعني يعني انت بتلعب بطولة قومة افريقيا ومحمد صلاح موجود معك في كوديفور وصلاح اتصاب فبعدته انجلترا فما بالك وهو متصاب وهو في انجلترا اصلا يعني مفيش منطق انك انت تبعد تجيب منك اذا ما كان فعلا محمد صلاح مصاب اصابة امنعه من الانضمام لمنتخب مصر ما اعتقدش ان فيها ازمة وان كان فيها بالنسبة لي نقطتين واضحين مساندة اتحاد الكورة لكابتن حسام حسن او للجهاز الفني لمنتخب مصر وحسن النية او اظهار حسن النية الحقيقة بشكل متازن جدا ومنطقي جدا من قبل كابتن حسام حسن